شطرية ستنمزها شوف شطرية دايب دوب اللهم أني صائم أنا عم بستخدم لحمة لحمة مقطعة هلأ نقدر نستخدم أي لحمة مقطعة إحنا ما بدنا إياها عشان هلأ رح أحكي لكم على تكنيك صيني اسمه بالإنجليزي اللي هو بيطلع أي قطعة لحمة قد ما تكون رخيصة بالعجل رح يطلعها كثير طرية و رح يخليها طعمها تقريباً زي الفتيلة هلأ إحنا لما نروح عادةً لمطاعم صينية داماً منحسوا إحنا عمنا ناكل الطبق إيش؟ اللحمتهم دايبة بالدوب بالتم عشان تكونوا بالصورة هم بيستخدموا أرخص أنواع اللحمة بس باستخدام هذا التكنيك اللي هلأ رح نعمل مع بعض بيخلي طعمها كثير طري دعنا نحكي بس على أرخص أنواع اللحمة و أظنى فيها هون أنه تكون هي اللحمة أكثر آسية و بيكون بدها أطول فتر الطبيق فهلأ مكانت اللحمة آسية منقدم نطريها بهذه الطريقة بالضط هلأ إيش هاي الطريقة؟ هي عبارة عن استخدام بيكربونات السوديوم تمام؟ و بيكربونات السوديوم إيش رح تعمل؟ رح تساعد على أنها تطري اللحمة والفروتينات رح تكسر والألياف اللي جوا قطعة اللحمة فبناء عليها هي اللي رح تخليها بالآخر بعد ما نقليها كثير طريية و جوسي فحنخلط مع بعض بيكربونات السوديوم و ماي و شوية خل على الطول لحظنا أنها فورت بالضبط رشة ملح بسيطة ونخلطها مع بعض هلأ هاي أول نقعة هي أكتشلي نقعة الوحيدة اللي رح نعملها بهاي المرحلة ايش هيصير؟ راح تطري اللحمة منخلطها معها من هنا بالضبط لأقصى حد هلأ أنا هيك مقطع عندي اللحمة منقدر نقطعها شرايح منقدر نقطعها مربعات اللي بنحب بس تكون نسبياً نحيفة بهاي المرحلة منزيد عليها معلقتين كبار نشا ومعلقة النشا اللي ماشى رح يساعد على تغليف إطاع اللحمة عشان لما نقليها من برا تكون مقرمشة ومن جوه تظلها طرية وجوسي لما تنتقع وبدنا قبل ما نطبخها رح نحط معلقتين زيت نباتي تمام؟ عشان نغلفها قبل ما نقليها بالضغط عشان تتغلف قبل ما نقليها هلا على جنب احنا محضرين مقلاية حامية كتير ووك على فكرة انا عليت لك اللي عندك اوه اوه سوري ناسي مقلاي اوكي هاد رح نستخدم احنا ووك اللي هي عادة نستخدم بالطبخات الصينية او حتى الاسيوية سوري رح نعمل رح نزيد كمية منيحة من الزيت النباتي طبعا المطبخ الاسيوي ما بيستخدموا زيت زيتون زينا عشان هم بقلوا بدرجة حرارة كتير عالية وزيت الزيتون ما بتحمل انه نقلي خضار او لحوم بدرجة حرارة كتير عالية فهيني انا هون اقلي الحرارة وشو رح اعمل رح اضيف اللحمة هات نشوف اولا اقشي نعمل تاس اعمل ايه اوكي انت مش له الدرجة خفت رجالة هادول 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 نغاز تبع بوش مفعوله كتير سريع فبيحمي عنا بسرعة فمقدرش نعرف امت بكون سخن هلأ كمية الزيت هون كثيرة بس ما تخاف ورح نصفيها يعني ما رح نستخدمها كلها لما نقلي الخضراء تمام هيك عندي صارت حامية فرح ازيد بسم الله الرحمن الرحيم شوف الحبة الاولينية كيف تستوي ياسمين اه اه يعني ما اصلها كان شو نعمل سرعة من نحركها عشان تتغلف عندي هلأ شو نعمل هنصفيهم عشان كمية الزيت اللي استخدمناها كثير صح؟ اه شو رح نعمل بدك ايها عشان نكمل خضره صح؟ شو منها عشان كمية الزيت كانت كثير الصراحة بلع دهن اللحم كمان بالزبط ايش رح نعمل هاي رح نحطها عجنب بس بدي اطبق السوس عشان يكون عندي جاهز تمام هون هون عندي صلصة المحار واذا ما متوفر عنا نستبدله بصلصة سوية ومنزيد سكر بس يعني صراحة صراحة صلصة المحار كثير طيبة هنزيد نصف كاسة ماي معلقتين سوية اللي هي السوديوم عندها قليل عشان نتحكم بالملوحة ورح نزيد السكر ورح نزيد نشا عشان النشا هون اللي هي خلي السلصة اتغل في كل قطعة ستيك هاي السلصة هاي السلصة رح اخليها عجنب عشان تكون عندي جاهزة على السريع وانا عم بقلب الخضرة هون هلا بنفس المقلاية رح نحط بصلة مقطعها ورح نزيد الفلفل أخضر شراك تساعدني تمسك هاي شراك شراك هنزيد الفلفل أحمر رح نزيد بتحبه بحرق ولا حبه اه اه زاكي حار تمام ورح نزيد شوية توم توم اضل شوية اضل شوية اه تمام رح نعطيها تقليبة سريعة هلا بالاكل الاسوي اجمالا ما بنحب ان الخضرة انستويها وتدبل منحب يكون لسه فيها قرش هلا بنرجع الستيك اللي قلبنا طلع شو حلو لونه عن جد لا لونه على خمري على خروبي يعني مش ذايل لون لحمة بالعادة بيكون بني واكيد بنزيد بوصلات صدام الله عليكي بدك نجيب ولا نخليها بالواك ولا بيشنا نقدمها حلو شكلها رح نحتاج لستمائة جرام استيك مقطع لشرايح ورح نحتاج لبيكربونات سوديوم خل زيت نباتي ونشا ورح نحتاج لفليفلة حمرة حلوة وفليفلة خضرة وبصل وبالنسبة للصلصة رح نحتاج صلصة المحار صلصة السوية وتوم وفلفل حار بحرق حسب الرغبة وشوية سكر وماء كرور المترجم شهر موسيقى وشكية